طيب خلينا نروح للخبر التاني وكرة اليد سيدات منتخب خلص خلاص لعب بطوط أفريقيا ولا بني يتأهل لبطوط عالم فالدولات احنا مركزين في الدورة المحل فريق الكرة اليد سيدات عنده ان شاء الله مباراة مهمة جدا في ربع انهائي كأس مصر مع نادي الشمس نادي الشمس فريق محترم جدا تعادلنا معه هناك نادي الشمس فريق عيد جدا ووراة الكوس لا تعترف بكل مفاجآت وردة وده في دور التمانية ان شاء الله في كأس مصر موسم 22 ده 20 المباراة تتلعب يوم الاثنين القادم الساعة 6 على صارة الامير عبدالله الفصل اذا احنا بنلعب على ملعبنا واستجمهورنا اذا عندنا ادفانتج ولكن مباراة الكوس لا تعترف بكل ده فريقنا الحمد لله رجعت من الكويت عملت معسكر مغلق وشاركت في بطولة الكويت الدولية وفوزنا بلقابها كانت فرصة كويسة جدا مش ان احنا نكسب البطولة لا ان احنا نتعد كويس الفريق ده اتظلم جامد وما تعدش كويس اثناء الموسم ولكن اتظلم وما تعدش كويس بحاجة خارج ارادتنا ارادة النادي الاهلي تماما قال له وهي تجمع عدد كبير من اللاعبات مع منتخب مصر خمس تيام في الاسبوع لمدة ثلاث شهور كان هذا الوضع فالنادي الاهلي حرب من خمستاشر لعبة كل تمرينة مع عدة تمرينة واحدة في الاسبوع ومبرايتين فاذا الفريق طبعا ده الفريق اهو والاستعداد وبيكون الفريق طبعا كابت المحمد عدل زولة النجم الكبير والخبرة الكبيرة طيب الفرقة استعدت بشكل جيد ايوة استعدت في الكويت الحمد لله ما عندناش اصابات الفرقة باذن الله يعني كاملة مهم جدا تخطى عقب الشمس انا شايف ان ده يمكن كان يبقى مباراة قبل نهاية او نهاية الاهلي والشمس كانت ممكن تبقى مباراة قبل نهاية ونهاية ولكن هي جات بدري في دور التمانية ما فيش ازمة ما فيش مشكلة خالص اللي عايز ياخد الكاس لازم يفوس بكل الادوار وكاس يعني من البطولات اللي ما فيهاش فرصة تعود بتخسر نكقة وتعطل برة فان شاء الله انا اتمنى التوفيق لفريق كرة اليد سيدات في مباراة المهمة القادمة يوم الاثنين مع نادي الشمس في دور التمانية في كأس مصر موسم 22-23 ترجمة نانسي قنقر